حضور أممي ودبلوماسي موسع شهده الحفل التأبيني الرسمي الذي أقيم في مكتب السيد الحكيم ببغداد بمناسبة يوم الشهيد العراقي وذكرى فاجعت استشهاد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف ذلك العالم المجاهد الذي ترك بصمة واضحة لإنقاذ العراقي من الظلم والاستبداد آية الله السيد الشهيد محمد باقر الحكيم شخصية كبيرة في الساحة الإسلامية كان مجاهداً كبيراً وعمل على تقديم الخدمة للشعب العراقي وقدم نفسه فداء في هذا الطريق السيد الحكيم كان مبلغاً حاملاً لرسالة السلام والمودة والمحبة العالم الإسلامي والشعب العراقي وعلى مدى عوام طويلة كانت لشهيد المحراب الخالد مواقف مهمة في الدفاع عن المظلومين من الشعوب الإسلامية وتحديداً عن القضية الفلسطينية فضلاً عن سعيه الدائم لإنصاف جميع المكوناته مهما اختلفت قومياتها ودياناتها كل المراجع الدينية في العراق وخاصة دار الحكيم والمراجع سيد محسن الحكيم ومحمد باقر الحكيم كلهم لهم فتاوي بدعم القضية الفلسطينية ودعم النضال الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية وبالتالي هذه ليست شيء جديد بالنسبة لهم وبالتأكيد سيد الحكيم عمار الحكيم له أيضاً مواقف صلبة وقوية بدعم فلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني تسعة عشر عاماً مرت على رحيل شهيد المحراب الخالد وما يزال ذكر تحركاته السياسية والجهادية والدينية والإنسانية حاضراً عند الجميع محلياً وأقليمياً ودولياً حسين ياسين الفرات بغداد